الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم مبحث هذا اليوم هو مبحث سهل جدا فقط نحتاج إلى بيان معاني المصطلحات عندنا مصطلحات نفهمها ليس عندنا مطلب علم معقد مبحثنا هو العلم والاسم المعرف بالألف والأم هذا هو مبحث اليوم ما معنى العلم؟ العلم بإصطلاح النحات ليس العلم باللغة المتعارفة الذي هو الراية التي ترفع العلم بإصطلاح النحات هو الاسم الذي يطلق على الأشياء يعني أنا عندي حيوان في البيت عندي فرس أسمي هذا الفرس سابق صار هذا اسمه أقول ائتني بسابق أين سابق رأيت سابق هذا صار اسمه هذا يسمى علم أو مدرسة ابتدائية بنيت في هذا الحي لا يمكن أن يقال مدرسة لا بد أن يكون لها اسم خاص بها يسمى علم نقول مدرسة الحكمة الابتدائية الصفوف قد تسمى هذا الصف يسمى صف الوثاء لكن يسمى صف الإخلاص هذا يسمى صف النشاط مثلا يكون علم له الولد عندما يولد كل ولد الولد يعني يشمل الذكر والأنثى المولود عندما يولد يطلق له اسم يقال ما اسمه ماذا سميته هذا الاسم يسمى علم نقول هذا زيد هذا عبد الله هذا عبد الرحمن هذا أحمد هذا محمود هذا محمد هذا حسين إلى آخرين هذا علم العلم هو الاسم الذي نطلقه على الأشياء هذا الجبل نسميه أبو قبيس ذاك الجبل نسميه إفيرست هذا علم العلم هو أسماء هذا الشارع نسميه شارع الشهيد فلان ذاك الشارع نسميه شارع الإمام الصادق هذا الشارع نسميه شارع المدينة المنورة ذاك الشارع نسميه شارع محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هذه المدينة نبني مدينة نبني قرية نقول هذه القرية هي قرية الغدير هذه القرية هي قرية المهدي هذه المدينة هي مدينة النجف تلك المدينة هي بغداد هذه المدينة مكة تلك المدينة يثرب اسمها هو علم العلم هو اسم الأشياء نقول ما اسمه عندما نسأل نقول فلان ما اسمه ما اسم المدينة الفلانية ما اسم الكتاب الفلاني الذي تدرس وأنا أدرس دعوه ولكن أي كتاب من كتب النحو نقول النحو الواضح هذا العلم والأسماء التي نطلقها على الأشياء نميز هذا الشيء عن الأشياء الباقية سواء كان جماد أو كان حيوان أو كان إنسان أو أي شيء آخر مؤسسة أقول مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام هذا صار اسمه يعني علم علم لها علامة لها يميزها عن الأشياء الأخرى يسمى علم فليس في اصطلاح العلم إلا هذا العلم من الأسماء دائما بحث العلم هو في الأسماء العلم من الأسماء وهو أسماء الأشياء التي نطلقها عليها لنميزها عن غيرها طيب هذا العلم يستخدم له مصطلح أحيانا للإسم يقال ما اسمك؟ ما اسم فلان؟ ما اسم المدرسة التي تدرس؟ يستعمل كلمة اسم ولهذا ولهذا أنا أحتاج إلى هذا التقسيم فقط لأميز هذه الكلمة كلمة اسم حتى أميزها لاحظوا أحبتي معي تقدم منها أن الكلمة اسم وفعل وحرف الكلمة في اللغة العربية هي اسم وفعل وحرف فعندما نقول اسم يعني في قبال الفعل وحرف هذا الاسم الذي هو في قبال الفعل وحرف ينقسم إلى نكرة ومعرفة النكرة هو الشيء غير المعروف شجرة قلم كتاب مدينة رجل إنسان غير معروف المعرفة هو ذلك الشيء المعروف المعلوم المعلوم شخصه المعرفة نقسمها إلى علم ومعرف باللام هذا التقسيم أحبتي ليس تقسيما نهائيا هذا تقسيم لهذه المرحلة يأتي إن شاء الله خطوات أخرى هذا التقسيم لتوضيح هذه المرحلة التي نحن فيها وليس تقسيما نهائيا ليس نهاية العلم وإنما هو البداية الجيدة البداية القوية إن شاء الله تعالى فنقول العلم وأيضا لاحظوا ماذا يسمى يسمى اسم فأحيانا يقال اسم ويقصد العلم وأحيانا يقال اسم ويقصد ما يقابل الفعل والحرف احذروا فقط من هذا التعبير هنا يقال اسم وهنا يقال اسم هنا يقال اسم في مقابل الفعل والحرف هنا يقال اسم مسمك مسم فلان ويقصد منه المعرفة العلم الذي يطلق على الأشياء لتيميزها عن غيرها فعندما يقال علام يقصد هذا المعنى من الاسم وليس هذا المعنى من الاسم فقط لاحظوا هذا الفرق انتبهوا إلى هذا التشابه هنا يقال اسم في قبال الفعل والحرف وهنا يقال اسم هنا يقصد من الاسم هو ذلك الاسم المعرفة الذي يطلق على الأشياء ويصطلع عليه العلم العلم في قبال غيره من الاسماء علم يقال علم يعني زيد ولد فسمي زيدا زينب ولدت فسميت زينب هنا هذا علم لها زينب علم لهذه البنت زيد علم لهذا الولد مؤسسة الإمام الحسين علم لهذه المؤسسة النحو الواضح علم لهذا الكتاب ولا غير ذلك فالاسماء التي نطلقها على الأشياء كل فرس هو فرس ولكن هذا الفرس بالخصوص أسمي أبلق يصر اسم أبلق هذا السيف بالخصوص أسمي ذو الفقار يصر علم له هذه المدينة بالخصوص أسميها بصرة هذه المدينة أسميها مكة هذه المدينة بالخصوص هذا الشارع بالخصوص أسميه محمد الأمين هذه القرية بالخصوص أسميها قرية الغدير هذه أعلام علم لها فعندما يقال ما اسمه يقصد العلم ويقصد الاسم مقابل الفعل والحرف فقط احذروا من هذا التشابه احفظوا هذا التقسيم الذي هو تقسيم ابتدائي سيأتي إن شاء الله تكميل له احفظوه لكي لا تقعوا في الخلق بين هذين الاستعمالين هذا كل ما موجود في مبحث العلم العلم هو الاسم الذي يطلقه على الأشياء قال العلم القاعدة العلم اسم معرفة في قبال النكرة معرفة يعني معلوم صاحبه عندما أقول جاء علي معلوم عندما أقول جاء رجل نكرة درست في مدرسة نكرة درست في مدرسة الحكمة الابتدائية معرفة أسكن في شارع نكرة أسكن في شارع محمد الأمين معرفة أسكن في قرية نكرة أسكن في قرية الغدير معرفة وهكذا من أين أنت؟ أنا من ألمانيا أنا من لبنان أنا من مصر أنا من الحجاز هذه أعلام للدول يتميز بعضها عن البعض من خلال اسمها مقصود من الاسم هو العلام فهذا يكون معرفة في قبال النكرة لأنه معلوم مشخص أعمل في مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام معرفة أعمل في مؤسسة هذا نكرة غير معلوف العلام اسم معرفة سمي به شخص أو مكان أو حيوان أو جبل أو سهل أو واد أو صحراء أو بلد أو أي شيء آخر نهر هذا نهر النيل هذا نهر الفرات هذا نهر دجلة هذا نهر الأمازون بحر هذا البحر الأحمر هذا البحر الأسود وهكذا خليج هذا خليج كذا هذا خليج كذا سهل هذا سهل البقاع هذا كالجبل لبنان هذا أبو قبيس إلى آخره نطلق اسم معين نميز به هذا الشيء عن البواقين هذا العلب هذا يقال عللب ويقال له في الاستعمال اسم ما اسم الجبل الفلاني ما اسم العالم الفلاني الذي اكتشف كذا ما اسم القائد الفلاني الذي قاد المعركة الفلانية هي حتى المعركة يطلق عليها اسم حتى المعركة يكونها معركة عين جالوت معركة القادسية معركة كذا معركة كذا حتى المعركة أيضا يطلق عليها اسمها هذا هو العلب الأمثلة علي في الحديقة علي علم اسم لشخص معين هذا علي جرت عائشة عائشة علم لامرأة تجري السفن بين مصر وأوروبا مصر علم لمدينة أوروبا علم لمنطقة تشتهر أصوان بجودة الهواء أصوان علم لمنطقة أو مدينة لندن أكبر بلاد الإنجليز لندن علم لمدينة سافر أبي إلى دمياض دمياض علم لمنطقة أو مدينة التمرينات عين الأعلام في الجمل الآتية ذهب محمد ذهب محمد وإسماعيل إلى الأقصر الأقصر منطقة وشاهد مقبرة توت عنخ آمون التي عثر عليها اللورد كارنفون بمساعدة صديقه كارتر كارتر كارنفون توت عنخ آمون الأقصر إسماعيل محمد هذه أعلام لأشخاص أو أماكن التمرين الثاني املأ الفراغ في الجمل الآتية بأعلام مناسبة ذهبت إلى فراغ وشاهدت البحر الأبيع وضع عسب مدينة سافر الحجاج إلى أين يسافر الحجاج؟ مك إلى الحجاز ثم إلى المدينة لزيارة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخلفاء الراشدين طبعا هناك اختلاف نحن أتباع أمة أهل البيت نعتقد أن أول الخلفاء الراشدين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم غيرنا يعتقد أنه أبو بكر فتح مصر فلان في خلافة فلان بنى فلان القناطر الخيرية تم حفر ترعة السويس في أهل فلان ثم باقي التمارين ليست بتلك الصعوبة نأتي الآن إلى المعرف باللام المعرف باللام هو في الأصل اسم النكرة رجل تأتي له بألف ولام فيكون معرفة فيكون معهودا معلوما متميزا متشخصا في ذهن المتكلم وذهن المخاطب تقول جاء رجل هذا نكرة جاء الرجل يعني معلوم لي ولك اشتريت فرسا مجهول بعت الفرس معلوم ذهبت إلى المدرسة ولم أجد زيدا يعني إلى مدرسة معلومة ذهبت إلى مدرسة مجهولة ناولني الكتاب كتاب معلوم ناولني كتابا ناولني ورقة ناولني قلما عام قلم ناولني القلم القلم المعلوم ناولني الورقة الورقة المعلومة ناولني ورقة أعطني ورقة يعني أي ورقة أعطني الورقة أعطني الرسالة معلوما سافرت إلى البلد يعني إلى بلد معلوم معروف لي ولك سافرت إلى بلد نكرة فالألف واللا تدخل على الأسماء فقط فقط على الأسماء لا تدخل لا على الأفعال ولا على الحروف فقط على الأسماء تدخل على الأسماء التي كانت نكرة تجعلها معرفة كانت غير معلومة تجعلها معلومة كانت مبهمة تجعلها مبينة كانت غير مشخصة الآن تصير مشخصة هذا عمل الألف واللا القاعدة إذا دخلت الألف واللام على اسم نكرة جعلته معرفة جاء ولد جاء الولد معرفة صر معلوم صر مشخص الأمثلة الكتاب في الخزانة انكسر المصباح معلوم فازت المدرسة في السباق سقطت العجلة في النهر وقعت الكرة الكرة في الحديقة معلوم التمرينات اجعل الأسماء الآتية معارف ثم ضعها في جمل مفيدة جمل جمل مجهول اجعلها معرفة الجمل ثعلب ثعلب من الثعلب رأيت ثعلبا جاء ثعلب أكل ثعلب الدجاجة ذكر جاء الثعلب معلوم باب الباب باب نكرة الباب مفتوح باب معلوم بيني وبينك بين المتكلم وبين السام مائدة مائدة أنزل علينا مائدة من السام مائدة المائدة عليها طعام المائدة نظيفة حصان نكرة اشتريت حصانا أما تقول اشتريت الحصان ذاك الذي أعرفه وتعرفه تبري الرقم اثنين اجعل المعارف التي في الجمل الآتية نكرات نظف الشارع نظف شارعا انكسرت المصطرة انكسرت مصطرة اشترى الولد المبرات معلومة مبرات معلومة اشترى الولد المبرات تلك المبرات التي أعرفها وتعرفها اشترى الولد مبرات اشترى ولد مبرات كبى الجواد كبى سقط كبى الجواد كبى جواد إلى آخره التبرين الثالث املأ الفراغ في الجمل الآتية بأسماء معرفة بالألف واللام او معرفة بالألف واللام تناسب كل جملة يصنع فراغ الابواب يصنع المجار الابواب او يصنع الحداد الابواب نأخذ اللبن من البقرة مثلا يهذب الاستاذ يعني هذا الاستاذ التلاميذة يسقط في فصل المطار يسقط في فصل الشتاء مثلا إلى آخر التمارين أحبتي أؤكد أن هذه بداية المبحث إن شاء الله في خطوات لاحقة سواء في هذا الكتاب أو في كتب أخرى يأتي تتميم وتعميق وتوسع للفكرة ولكن ابدأوا بهذه الفكرة وهي بداية ممتازة وإن شاء الله توفقون لطي مراحل أوسع منها وأعلى منها أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين ربنا فاوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة